اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المحاضرة الثانية اللي جدولتها لهذا اليوم جدولتها عند الساعة السابعة والربع هل الساعة السابعة والربع فيها اشكال هل احد منكم عند محاضرة حية في نفس الوقت مثلا هل مهب مناسب ان الساعة السابعة والربع المساء يصير في محاضرة يعني مناسب ما في اشكال ما في اشكال لو جينا طيب اوكي خلاص ماشي ممتاز اذا هذه المحاضرة الان من خمسة الربع الى خمس ونص محاضرة الثانية اليوم اللي هي المحاضرة الحية الرادعة سوف تكون بمشيئة الله تكون بمشيئة الله الساعة السابعة والربع حتى ساعة الثامنة الساعة السابعة الرift حتى الساعة الثامنة حتى يمكن لنا كذلك يوم الثلاثاء جدولت انا محاضرتين حيتين خلوني مش اتأكد من موعد المحاضرة الحية الثانية نعم المحاضرة الحية الخامسة بتكون ساعة ثمانة وربع الى تسع والمحاضرة الحية السادسة بتكون عظوها مباشرة من تسع الى عشر الاربع هل هذا فيه اشكال هل احد منكم يوم الثلاثاء عنده محاضرة الساعة 9 نحن قد عندنا موعد الساعة 8 وربع للمراجعة يوم الثلاثة لكن هل فيه أحد مثلا عنده موعد بعد محاضرة يوم الثلاثة الساعة مثلا من من الساعة 9 إلى شغلها ربع هل أحد عندنا محاضرة أخرى إذا لم يحدث عندنا محاضرة أخرى يكون هذا الموعد جيد يكون هذا الموعد جيد طيب ممتاز جميل إذا جدولت المواعيد للمحاضرات الحية ان شاء الله انها جدولة جيدة ان شاء الله ان جدولة الموعد للمحاضرات الحية جدولة جيدة انا حغيش بقدر ما اشتطيع ان في نهاية يوم الثلاثان نكون انهينا ستة محاضرات حية انهينا ستة محاضرات حية عشان نكون ناخفنا المحاضرات الحية يبقى علينا المحاضرات الحية ثلاثة اشابيع الى يوم الثلاثان انهينا ستة محاضرات حية يبقى علينا ثلاثة اشابيع محاضرات حية قبل ان يعني ندخل للتهيئ للاختبار النهائي بمشيئة الله تعالى الله يارب يكتب لكم التوفيق جميعا ويكتب لكم تمامة شداد وتمامة درجات العلا في كل المواد بمشيئة الله تعالى صعبة مواد المشتوى الثامن ولا شهلة شو رايكم الى الان صعبة مواد المشتوى الثامن مؤسسات المشآت غير الربحية هاي لا المؤسسات هذا أسواق المالية أسواق المالية أسواق المالية الله يكتب لكم التوفيق إن شاء الله تحققون فيها أعلى الدرجة لأن المهم منكم إن شاء الله تحققون فيها أعلى الدرجة طيب في مسألة قبل نرجع للمنهج في مسألات لينبه عليها أنتو أمانكم فرصة جيدة جدا وش الفرصة جيدة جدا غير السوق أنا أرشت لكم من قبل الشي اللي الشي اللي فيه شهادات مهنية صح سبق إني أرشتها لكم ولا لا ما شبق إني أرشتها لكم شبق تكلمنا عن الشهادات المهنية ولا ما تكلمنا عن الشهادات المهنية قضلنا شبق تكلمنا شبق تكلمنا عن أهمية إن نعم شبق تكلمنا أن لا يحبطك الناس على مسألة خريجة انتساب وغيرها لعلنا تكلمنا في هذا الباب نعم. تكلمنا عن الشهادات المهنية. شهادة السوق ثاني. شهادة سوق ثاني المنظفة المراجعة هناك شي بسيط بس كضي تعديسهم الان الان المرء umaوظفة المراجعة لا موبايلي عندهم قصة مع مسألة المراجعة موبايلي عندهم إشكال مع قصة المراجعة صارت عندهم مع ديلويت ديلويت المكتب اللي يعملون فيه أو المكتب اللي يراجع على أعمالهم المحاسبية صارت لهم ويا مشكلة أن تواطأت موبايلي مع ديلويت أنهم أدخلوا لها أرضاح هذه مسألة مراجعية نجيها بس الآن أنت وأنت ويهمكم هالمسألة لي يهمكم ويكم تنسبهون لها الآن واحدة من الشهادات المهنية اللي صارت جديدة عندنا في السوق السعودي جديدة جدا وشهادة مهنية مختصة بطلاب وطالبات المحاسبة والشي اللي هي شهادة أخصائي ضريبة قيمة مضافة وهي شهادة محاسبية 100% اللي هي شهادة محاسبية حين ضريبة قيمة مضافة كم لها في السوق مبطيت الشوق ضريبة قيمة المضافة لا عادها توها ضريبة ترقيمة المضافة يمكنها كملت شنة ما كملت شنة ضريبة ترقيمة المضافة ولا كملت هي العام والله من هنا نشيت ضريبة ترقيمة المضافة لها شنة ثلاث شهور لا ما كملت شنة ما كملت ولا كملت على كل حال على كل حال ضريبة ترقيمة المضافة نقدر نقول شير لي أنها من قديمة في السوق فالان صار فيه تتخرج محاسبة عندك بكلوريس محاسبة تقدر انك تقدم على انك تأخذ شهادة اخصائي ضغيبة قيمة مضافة وتام الحصول عليها مبصعب حصول عليها مبصعب شم مبصعب يعني انت تقدر انك ايش تقدر انك يعني تذاكر تذاكر المتيريال حق اختبار اجتياز اخصائي ضغيبة القيمة المضافة وبعدين الى اجتيزته تصير انت اخصائي ضغيبة قيمة مضافة وهذا شيء ممتاز هذا شيء ممتاز هذا معين لكم في ظني في سوق العمل انك تتخرج وعندك بكلوريس محاسبة ومع بكلوريس المحاسبة اخصائي ضغيبة قيمة مضافة وقبل ان يغرق السوق قبل ان يصبح عدد اللي عندهم اخصائي ضغيبة قيمة مضافة في سوق كبيرا جدا هذا ايش هذا يخليلك مثل اللي عندك مثلا انك انت متقدم انت كأنك متقدم عن مثلائك في السوق تكون متقدما عن مثلائك في السوق فهذا شيء كأنه يعينك على هذه المسألة لعلكم تتبهون لهذه الشهادة لعلكم تتبهون لهذه الشهادة وان شاء الله بعد التخرج من يحرص منكم على تحصيلها جيد جيد من يحرص منكم على تحصيلها هذا ربما ايضا يكون جيد هذا ربما يكون مساهما جيدا في قدرته او في انه يحصل على وظيفة جيدة او يساهم معه وظيفية طيب الآن بروح الى المذكرة ترجمة نانسي قنقر احنا وصلنا الى مطلع صفحة 8 سليم هل سليم ان احنا وصلنا الى مطلع صفحة 8 احنا وصلنا الى ايجابيات المغاجر محاسبة الزكاوة الضريبة صعبها ما احنا شي صعب على الي يشعله انا اقول ان شاء الله ان محنا شي صعب على من يشعله اذا هي صعبة اخذ الوقتكم فيها خذ الوقتكم في مذاكراتها ومحاولة تجاوز اختبارها لك ان تجاوز اختبارها جيد لمن يتمكن منكم ان تجاوز اختبارها جيد انا اجعى من السوق في حاجة لها أنا رزع من السوق في حاجة لها أخصائي أخصائي وريف تقين المضافة ما في عدد منهم كبير في السوق فهذا سيعطيك أفضلية وأقدمية وتقدم على غيرك وأنا أظن شيء يساهم في خبرتك ويساهم في قوة يعني في قوة مسارك المهني شوفوا يساهم في قوة مسارك المهني في ظن نعم إيجابيات نعم إيجابيات المغاجعة أولا أنها مصدر أشاشي لمعلومات ممتوب فيها ويمكن الاتماد عليها ليش ليش مصدر إيجابي وموثوق مصدر إيجابي وموثوق لأنه روجع روجع هو في الأصل نحن كنا نقول أن المحاسبة يمكن للمحاسبة أن تكون دون مراجعة هل يمكن للمحاسبة أن تكون دون مراجعة هل من الممكن نالك هل يمكن للمحاسبة أن تكون دون مراجعة أم لا يمكن سؤال هل يمكن للمحاسبة أن تكون دون مراجعة أم لا يمكن آه مريل تقول لا يمكن لا يمكن للمحاسبة أن تكون دون مراجعة لا يمكن ريم تتفقين إذا أنت مع مريل لا يمكن للمحاسبة أن تكون دون مراجعة صح ولا لا يمكن للمحاسبة أن تكون دون مراجعة آه يمكن يمكن للمحاسبة أن تقوم دون مراجعة يعني بمعنى بكلام آخر يمكن للمحاسبة أن تقوم دون مراجعة يمكن للمحاسبة أن تقوم دون مراجعة ما يستدعي عدم وجود المراجعة نعم عدم وجود المراجعة ما يعني أن المحاسبة أن تقوم لكن المراجعة لا يمكن لها أن تقوم دون محاسبة المراجعة لا يمكن لها أن تقوم دون محاسبة المسألة المهمة هنا أن المراجعة لا يمكن لها أن تقوم دون محاسبة المراجعة لا يمكن لها أن تقوم دون محاسبة هذه المسألة المهمة فهذا يقول لك أن من الإيجابيات أنه والله أنه مصدر أساسي للمعلومات من ثق فيها لماذا معلومات من ثق فيها؟ لأنها مراجعة هذه المعلومات في الأصل حدثات ووضعات وجاء شخص خارجي محايد مهم مستفيد من شيء وراجع عليها داعمة لنجاح طرح استثمارات إضافية إذا رجعت وكانت المراجعة تقول والله نحنين نشوف أنها القدرة المالية لهذا الشركة أنها تقدر أنها تزيد من رأس المال فهذا تدعم توسيع رأس المال وشو معنى توسيع رأس المال؟ توسيع رأس المال أن مثلا شركة من الشركات فأطروحة في سوق الأسهم وقال雞 southernesse وزيادة رأس المال هذا أبطرحها أسهم يعني أنا شركة قيمتي السوقية مليار ريال وقلت أنا أبي أزيد ورعش مالي المدفوع أو المستثمر مليار ريال هذا هو مثلا وقلت أنا أبي أزيد ورعش المالي إلى 100 مليون وهل 100 مليون ذي أبط رحاشهم أبط رحاشهم إذا أنا شركتي قوية وشركتي التجري عليها مراجعات حديثة والناسية تقوم فيها مثلا هذه الثقة هذه الثقة بتعني إيش هذه الثقة بتعني أن والله أنا يمكن لي أني أنا أزيد من رعش المال المراجعة أيضا ضرورة تطلبها جهات مال prime للاعتمال يعني البنك ما يقرضك أنت أو يقرض مؤسستك اللي يشوف قوائم المراجعة أو يشوف تقارير المراجعة اللي تخص مؤسستك المالية سؤال هنا لي ليش البنك ما يقرضك اللي يشوف تقارير المراجعة اللي تخص مؤسستك لماذا آه نعم جميل آه جميل يبي يطلع على تقير المراجعة لأن تقير المراجعة جاي من واحد من حائد مو بأنتي الشركة اللي كاتبه أنت يا الشركة اللي جيت بتكتل تقير المراجعة بتفيد روحك بتفيد روحك تبي تأخذ القرض أنت فيمكنك تحب أرباح موجودة هسنا لكن المراجع لن يضع أرباحاً موجودة المراجع لن يضع أرباحاً غير موجودة سيضع أرباح حقيقية فأنا كبنك كمقرض كبنك مقرض أحتاج أني أبطلع على إيش على تقارير المراجعة حتى أعرف حتى يمكن لي أن أعرف أن والله هذه المؤسسة مؤسسة موذوق فيها والله هذه المؤسسة يمكن لي أن أقرضها هذه المؤسسة ووضعها المالي جيد وتحتاج هذا المبلغ في أنها تتوسع مثلاً في المشاريع أو تتوسع في الإنشاءات أو تتوسع فيما تتوسع به فهذه الأشياء أنا كيف أني أستطيع أني أطلع عليها أطلع عليها من خلال أطلع عليها من خلال مثلاً تقهير المراجعة فبالتالي يصير تقهير المراجعة هنا هو المشألة المهمة عندي ضرورة لقبول الإقرارات الزكوية وبرهيبية دليل إدانة في حالة اكتشاف المراجعة اكتشاف غشاً ودونه فهذا دليل إدانة تحديد قيم مختلفة قيم مختلفة بعض النشيين من قيم الواردة القائمة المالية على أساس احتشاف بعض البنون متاثلات إدارة عرض حسان في بعض الأشيين المراجعة يجيبها بطريقة محايدة جداً فيقلل ربما من قيمتها بالنسبة إلى القيمة التي وضعتها الإدارة وكذلك تفعل وتدعم فعالية نظام الرقاب الداخلية الذي يمثل خط الدفاع الأول في حماية اجتثمارات المنشأة هذه إيجابيات المراجعة ما هي خدمات مكتب المراجعة؟ المراجعة يعني خدمات مكتب المراجعة يعني مكاتب المراجعة المالية مكاتب المراجعة المالية تعرفون أنتو البيغ فور؟ منهم البيغ فور؟ سبق أننا تكلمنا عن البيغ فور في مكاتب المراجعة ولا ما سبق أننا تكلمنا؟ أنا آشف أنا عهدي بكم بعيد وعندي عدد كبير من الساعات اللي أدرسها هذا الفصل الدراسي فأنا مش قادر أجمع المعلومات اللي توقفت عندها وهذا تقسير مني بالمناسبة هذا الحقيقة تقسير مني ليس لي فيه عذر سبق أني قلت لكم عن فكرة البيغ فور طيب البيغ فور اللي هي أكبر أربع شركات على مستوى العالم في تقديم خدمات المراجعة اللي هم أظن أن الأضخم بWC بحثوهم هذه الثاني أغنست 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 أندي يونج وما كده وفيه ديلويت أغنست يونج وفيه ديلويت أكيد 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 سعودي طبعا مع وكيد سعودي أو مع شريك سعودي مع شريك سعودي يعني مع شريك سعودي حامل للسوخدة كل هالمكاتب الأربعة موجودة في السعودي وأنا دائما طلاب المحاسبة أقول لهم أن واحدة من الأشياء المنتاجة إذا الله سبحانه وتعالى وفدك مثلا واشتغلت بعد تخرجك أول ما تخرجت اشتغلت مع واحد من مكاتب المراجعة الكبيرة ليه؟ لأن مكاتب المراجعة الكبيرة هذه فيها كم كبير من العمل فيها كم كبير من العمل إذا أنت تجي خريط جديد متشفق للعمل ومتشفق لدريقة المحاسبة وطريقة التعامل معها فأنت بالتالي إيش تبي تزين إيش تبي تتموي فبتقبل على العمل سوف تقبل على العمل بكل ما تستطيع إقبالك على العمل إقبالك على العمل بيعني بيعني فدعتك على أنك تحقق أكبر أكبر كم ممكن يعني من الفائدة أنك تحقق أكبر كم ممكن من الفائدة هذه الفائدة هي صيديدة هذه الفائدة لأنا أشوف أنها فائدة ممتازة ومميزة للخريج الجديد اللي أخذها من من مكاتب المراجعة طيب مكاتب المراجعة ما هي الخدمات التي تقدمها؟ تقدم أولا خدمة المراجعة وهي مراجعة القوائم المالية للمنشآت وتقديم أدلة القوائم المالية وتقديم الرأي بالنشلة الوضع المالي للمنشآت وكتابة تقارير الخاصة بها هذا مثلا الشي الرئيسي أو العمل الرئيسي أيضا الفحص كتابة تقريب خاصة عن فحص مشكلة معينة والله أنا أتعاقد مع هذا المكتب ما فيه يسوي لمراجعة شاملة أنا والله عندي مشكلة معينة بيضحصها في عندي مشكلة مالية أنا والله أجد فيها إشكال في عندي مشكلة مالية أنا أجد فيها إشكال هذا الإشكال ما يمكن لي أن أحله مثلا بدون أني والله أجي أقول والله للشركة تعالي يا شركة آشف تعالي يا بكتب المراجعة المحاسبة أنا أحتاج أنكم تعينونني في هذه المسألة أنا أحتاج أنكم تجون تشوفون هذه المسألة هذه إيش حلها كيف يمكن لي أن أقوم بحلها هذا يفحص لك نظام رقابة داخل يفحص لك مشكلة صيدة خدمات المحاشبية يصمم لك نظر محاشبية مثلا مكاتب مراجعة تقوم بها الشي خدمات ضريبية مثلا هذه الخدمات الضريبية للآن المكاتب المحاشب عندنا في سعودية صارت تقدمها كخدمة جديدة والخدمات الاستشارية خدمات الاستشارية تقدمها مكاتب المحاشبة أو مكاتب المراجعة وإذا تقدم غير مكاتب المراجعة واحد من أشهر الشركات على مستوى العالم في الاستشارات اللي هي الشركة الشهيرة مكينزي مكينزي مثلا شركة الاستشارات ما عندها مراجعة محاسبية هي شركة استشارة هي شركة استشارة طيب المحاسبة والمراجعة المحاسبة نقطة البداية والمراجعة هي نقطة النهاية لو لم تكن هناك محاسبة ما كان هناك مراجعة ولو لم تكن هناك مراجعة لما كان للمحاسبة تقدير الاحترام بش قال لك ان المحاسبة موجودة شفتو شلون هذا السطر نصف مهمين لو لم تكن هناك محاسبة ما كان هناك مراجعة لا يمكن للمراجعة ان تقوم دون وجود محاسبة ما يصلح ما يمكن للمراجعة ان تقوم دون وجود محاسبة ما يستقيم ما تقوم المراجعة دون وجود محاسبة ولو لم تكن هناك مراجعة في محاسبة لكن في محاسبة ناقشة للتقدير والاحترام يعني محاسبة مش ذات كفاءة عالية ينطلق أو يبدأ المراجع من لحظة equal��ة عمل المحاسب يعني المراجع ما يجي يسوي شغل المحاسبة للشركة و記得 أخبرنا الفكرة ذي المراجع ما يشغله يجي يسوي شغل المحاسبة العادي للشركة شغل الحسابات العادي للشركة ما يسويه المراجعة المفترض أن المراجع ما يقوم به شغل الحسابات الأولي هذا من المفترض أنه ما يقوم به المراجع المراجع يبدأ عمله من انتهاء عمل المحاسب يبدأ عمله من انتهاء عمل المحاسب مخرجات المحاسب هي مدخلات المراجع النقاط ذي نقاط مهمة نقاط هذه المحاسبة المراجعة نقاط مهمة ينصب عمل المراجع على فحص المعاملات المالية التي كانت محور قياس وتسجيل وترحيل وتلخيص العمل المحاسبي والذي انتهى بأعداد عدة تقارير مالية لا يقوم المراجع بإجراء قيودي فقط تصحيح وتسوية ومشاك دفاتر وسجلات أعداد قوائم مالية يعني هو ما يسوي شغل المحاسب المراجع ما يسوي قيود يسوي تسوية يمسك دفاتر ويسوي أعداد قوائم مالية لا هذا مو بشغل المراجع هذا شغل من؟ هذا شغل المحاسب قد يسند إلى المراجع أمرين قد يسند إلى المراجع الأمرين يعني قد المراجع يقال له إحنا ما عندنا محاسب أصلا ما عندنا محاسب تعالوا تشتغل العمل المحاسبين يعني شغل العمل المحاسبين شغل عن المراجعة لكن هذا أمر غير مرحب في حالة حدوثه هذا أمر أصلا مه بأمر زين هذا أمر لا يرحب في حالة حدوثه ليش أمر لا يرحب في حالة حدوثه لماذا أنت من وجهة نظرك أن تجد أو يعني حسب ما يقولها المنهج أن هذا أمر لا يرحبه أنك تجي للمراجع وتجي تقول لي يا أخي أنا والله ما عندي محاسبة تعال خلاص استلم أنت مسألة المحاسبة وراجع عليها أنت بعد لماذا يقول لك هذا أمر غير مرحبه لماذا؟ جميل لأنها قد تخلو من الأمانة في العمل جميل جميل قد تخلو من الأمانة في العمل ولأنه ما يشير ذات الشخص اللي يشوي المحاسبة أوه بعد يجي يشوي المراجعة ما يشرح الشخص نفسه اللي يشوي المحاسبة يجي بعد يشوي المراجعة كده فيه تعارض مصالح أهو إذا عنده خطأ محاسب سواه ومحاسب أيام يعني يوم منه ما اشتغى شغل المحاسبة وسوى خطأ معين بيجي يخش عليه لجي يراجع عنه ما يريد يكتب تقريب المراجعة أنه في خطأ محاسب موجود بينما لو المراجع مختلف عن المحاسب لا يكتب أنه في خطأ يتخلى عن مسألة الحرج طيب هذا إذن كان المساءلة تخص مسألة المحاسبة والمراجعة مسألة المحاسبة والمراجعة هذه مسألة مهمة جدا 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 طيب نأتي الآن إلى أنواع المراجعات أنواع المراجعات فيه جبرية أو اختيارية فيه مراجعة كاملة أو مراجعة جزئية فيه مراجعة مستمرة أو مراجعة منتهية أو فيه مراجعة خارجية ومراجعة داخلية بناء أنه على ما هو أنواع هذه تختلف بناء أن تختلف على أنواع الملكية وعلى التعاقد وعلى ما خير هي أولا عندنا بحسب أنواع المنشآت بحسب نوع المنشآت نقول إن عندنا بحسب نوع المنشآة أو بحسب نوع الملكية بحسب نوع المنشأة أو بحسب نوع الملكية يقول لك أن فيه مراجعة جبرية وفيه مراجعة اختيارية بمعنى فيه مراجعة إلزامية وفيه مراجعة اختيارية المنشأة إما تكون منشأة فردية شخص يملكها شخص واحد أو شركات مجموعات أشخاص أو شركات أموال شركات مساهمة عامة المراجعة الاختيارية هي قرار المالكة والملاك يعني المنشأة الفردية أو شركات الأشخاص قرار المالكة والملاك يعني هي تكون مراجعة اختيارية بحسب قرار المالكة والملاك وتصبح الزامية عشان القرارات الزخوية والضريبية يقول لك لا يمكن أن نقبل قرارات الزخوية والضريبية دون أن يكون في تغير مراجعة فهو هذا الشخص الشخص اللي واحد مثلا مالك شركة وحدة هو مضطر أن يسوي عملية المراجعة هو مضطر أن يسوي عملية المراجعة يعني إيش هم مضطر من يشوي عملية مراجعة عشان مسألة الإقرار الزكوي والضريدي وفي مراجعة الزامية لشركات الأموال لشركات المساهم العامة وغيرها بحكم القانون لأنها لها دور كبير في استثمار الجانب الأفضل المعارض للمجتمع وتحمل هذه الشركات أعباء أنشطة استراتيجية طيب المراجعة بحسب التعاقد يعني أنا أقول له والله يا مكتب المراجعة أنا أبي أتعاقد معكم أبي أشوي مراجعة كاملة أو أني أقول لا والله أنا أبي أشوي مراجعة جزئية المراجعة الكاملة كل مراجعة يجب أن تكون كاملة المقصود بهالفكرة مش أنه ما فيه مراجعة جزئية لا فيه مراجعة جزئية لكن المقصود من فترة أن كل مراجعة ينبغي أن تكون كاملة أن يقول لك افتح الصلاحيات كاملة للمراجعة لا تنقص عليه شيء حتى لو هو جاي وعنده مراجعة جزئية إذا سأل عن أشياء ضر شغلة الجزئية جاوبة عنها سأل عن فواتير معينة تعال عطل فواتير لماذا؟ عشان تقدر أنك تطلع بأقصى عمل مراجعي جيد تقدر أنك تطلع بأقصى درجة ممكنة من الـ من الكفاءة من الفعالية أن أنت والله عندك مستوى عالي منها المراجعة الجزئية يقول لك بالعموم كقاعدة عامة كل مراجعة لا بد أن تكون كاملة بمعنى أي شيء يطلب المراجع أنت يا المنشأة أو أنت يا عبارة المنشأة مطالبة أن تقدميه للمراجع ليه؟ حتى تساهم في جودة النتائج حتى أساهم في جودتي نتائج المراجع في هذه الحالة فكل مراجعة يجب أن تكون كاملة القيام بكل العمل الضروري وبدقة وفق للعقد لأن المراجعة وجهة التعاقد لا يعني ما سبق مراجعة جميع المعاملات المالية قلنا صعد من قبل قلنا أن من الصعوب المكان أن الشركة يتجاه تراجع على مؤسسة مالية أنها تراجع كل معاملاتها المالية وسبق أن نحن مثلا ضربنا مثال مثلا الضربنا مثال بالسوبر ماركتات الضخمة قلنا أن الشركة إذا جاءت تراجع على السوبر ماركتات الضخمة ما يمكن لها لا يتأثى لها أن كل واحد جاء شراء لو واحد جاء شراء خبز وطالع تجي تراجع على فاتورتها صعب ما يتأثى ما يتأثى هايبر بندة وبندة مثلا على مستوى المملكة يمكننا يسوي لها في اليوم عشرين ألف عشرين ألف فاتورة يمكننا بعد يمكننا أكثر بعد ها كنا شوي عشرين ألف فاتورة والله كنا شوي عشرين ألف فاتورة ها قليل عشرين ألف جائر لكل هايبر بندة على مستوى المملكة لا أظن قليل يقولوا إن هايبر بندة أو إن بندة على مستوى المملكة خمسين ألف فاتورة في اليوم يسوي خمسين ألف فاتورة في ثلاثين يوم والله خمسين ألف في ثلاثين يوم هذي خمسة ثلاثة وقدامها خمسة أصفار يعني ثلاثمائة ألف لا مش ثلاثمائة ألف ثلاثة مليون هذا يعني إيش؟ هذا يعني إنها ثلاثة مليون ستة أصفار قدامها قدامها ستة أصفار لأن خمسين ألف خمسين ألف هذي أربعة أصفار ضرب ثلاثين اللي هي يوميا سفر خمسة أصفار خمسة أصفار وخمسة في ثلاثة واحد خمسة خمسة أصفار هذي مليون وخمسينة ألف عاشر عاشر مليون وخمسينة ألف نعم مليون هذي مليون وخمسينة ألف فاتورة في الشهر مليون وخمسينة ألف فاتورة في الشهر في السنة في السنة عندها قعد تتكلمها 12 مليون فاتورة طرع صعد تجي تقول المكتب المراجعة والله راجعوا لي راجعوا ليها 12 مليون فاتورة صعد صعد ما يقدار لا يمكن أن تراجع كل المعاملات مالية هذا من المستحيل أن يقع ليست بالضرورة مراجعة تفصيلية، فلا تنتدي أكثر من مرقوبة المراجعة الشاملة لكل المعاملات عن المراجعة الكاملة المراجعة الكاملة تعني المراجعة الشاملة لكل المعاملات حتى إن كانت مفيدة فهي غير عملية عملية يعني إذا تراجع كل معاملة مالية 100-200 عملية لا تراجع 12 من يوم معاملة في المراجعة الكاملة نطاق عمل مراجع غير مقيد مراجع شركات المساهمة غير مقيد قانون يعني يقدر أن يسأل عن أي شيء يحدد التقدير الشخصي المراجع مدى العمل التفصيلي يعني المراجع بنفسه يحدد وشو الشي اللي يسأل عنه وشو الشي اللي لا يسأل عنه يتوقف تقدير المراجع على جودة نظام الرقاب الداخلية طيب سؤال هنا وش اللي احسن للمراجع الخارجي ان نظام الرقاب الداخلية يكون ذا جودة عالية ولا لا يكون جودتها جودة متدنية وش اللي احسن للمراجع الخارجي هل احسن للمراجع الخارجي ان نظام الرقاب الداخلية جودتها عالية ولا جودتها متدنية مريم تقول ان يكون جودتها عالية نعم أحد عنده ها تأيدون مريم وتختلفون نعم وسهل عمل سليم إجابة مريم إجابة سليمة من مصلحة المراجع الخارجي أن نظام رقابة الداخلي يصير نظام تجودة عالية تكون الجودة عالية جدا في نظام رقابة الداخلي لأن هذه الجودة العالية في نظام رقابة الداخلي هذه الجودة العالية في نظام رقابة الداخلي تعني ماذا تعني القدرة تعني القدرة تعني القدرة عند هذه المنظمة أو تعني القدرة عند مكتب المراجعة أن النظام قبله قاعد يراجع النظام كفاعة عالية فأصلا هم وصل له الشغل وغبيور وصل له الشغل بسرعة يقدر أن المراجعة الخارجي يراجع على عكس لو كان نظام رقابة الداخلي مثلا ما في نظام رقابة الداخلي لا يشوي شغل تفصيلي واجد المراجع الخارجي في هذه الحالة نعم يصبح المراجع مسؤولا حالة ثبوت عدم مزاوية المهارة والعناية المهنيتين لازمتين يعني لازم أن مهارة تكون عالية وعنايتها عالية ولا يُعذر بأن مهارة مبزينة ولا أن عند مجموعة من المراجعين ممدربين زين لا يُعذر المراجعة بهذه المسألة يمكن الاتفاق على توسيع نفاق المراجعة تفصيلية بصفة عامة اتجاه معينة المراجعة الجزئية يرتبط فيها المراجع بفحص البنود النطاق المحدد قد يكون مقيدا بشكل ما في الفحص الذي يقوم به لا يُسأل المراجع عن أي أضرار تنتج عن عدم قيامه بإجراءات بسبب القيود التي فرضت على نطاق عمله يعني إذا كان المراجع الجزئية والمراجع هناك قيود فرضت عليه فرضت على نطاق عمله فلا يُسأل فهو في هذه الحالة لا يُسأل فهو بهذه الحالة لا يُسأل عن تقصير لأنه في بعض الأشياء ما سمح له أن يُسأل عنها منها تثريف المراجعة مثلا من أمثلة المراجعة جزئيا يُكلف المراجعة بمراجعة ميزانية يتم مراجعة كاملة لكل قنود الميزانية يتم مقارنة أرسلة الأصول والخصوم والملكية بمثيلاتها في الميزانية السابقة ومثمة ومراجعة فقط معاملات الأحدثة تغييرا في الأصول بحسب الوقت المستمثل في مراجعة مستمرة وفي مراجعة نهائية المراجعة المستمرة اللي مو بيجي مكتب المراجعة في نهاية السنة المالية عشان أن يسوي المراجعة لا المراجعة تكون مراجعة مستمرة مراجعة آنية يعني مثلا يجيهم من شهر مارس من الحين عشان يراجع عن 2019 يجيهم من الحين طيب 2019 يا صاحبنا ما بعد انتهت ايه ما علي هو بيراجع بشكل دوري معاملة بمعاملة يبي راجع بشكل دوري ما يبي راكم عمل المراجعة إلى نهاية العام مكتب المراجعة هذا يبي يعمل بطريقة مستمرة مثلا هذه المراجعة المستمرة أن تبدأ المراجعة أثناء فترة محاسبية وتستمرك بعد انتهاء العام المالي وقبل عدد القوام المالي حضور أعضاء فريق المراجعة في فترات محددة وغير محددة لفريق المراجعة وقت متشع للقيام بإجراءات المراجعة وبدقة ليه لأنه مبادئ مراجعة من الحين عنده من مارش إلى يناير الجاي إلى يناير إلى فضايا الجاي عنده شنة قاعد بيراجع في شنة على عكس مكتب المراجعة مثلا ليجي للمنظمة سبوعين في السنة ويقول لهم والله يلا نجيبوا كل قوامكم المالية يلا براجع عليها الحين في سبوعين بجيكم كل يوم أشغل عندكم عشر ساعات سبوعين وخلص شغلكم كله هذا يكون عمل أيش؟ عمل مضغوط عمل المراجعة اليقوم بهنا هذا يصبح عمل مضغوط العمل المضغوط جودة الطبيعي لن تكون جودة عالية لأنه يكون فيه تنس بينما هذه المراجعة المستمرة لا مداها قويل وبعيد ويمكن لها أن يأخذ وقته تماما في العمل عليها قد تقلل الزيارات المتكررة والمفاجئة يعني الموظفين اللي يعرفون أن المراجعة مستمرة وأن الموظفين المراجعة موجودين كل يوم عندنا في المنظمة ولا في أي وقت بيجون هذا يقول قد تقلل الزيارات المتكررة والمفاجئة من حالات الغش ولكنها قد تنشئ علاقات شخصية تؤثر على الحياة دي يعني المشكلة فيها شي مفيد أنها تمنع الغش لكن المراجع إذا اشتغل في الشركة دي اشتغل في هالشركة دي لمدة سنة وهو كل يوم يجيهم يراجع ولا مرة في السبوع يجيهم يراجع على معاملات السبوع بتنشئ بينه وبين مجموعة الموظفين علاقة شخصية وهذا يقولك مو بزين لي لأنه قد يحدث نوعا من التعاطف هذا قد يحدث نوعا من التعاطف قد هذا الشخص يكون على تعاطف معين مع مجموعة الموظفين لأنه خلاص تعرف عليهم ومان عليهم مثلا خلاص صارت بينه وبينهم ميانة وسقطت فيما بينهم الكلفة فهذا يعني لا والله بيصير علاقتهم علاقة من علاقة زمالة العمل لا علاقة أعمق من علاقة الزمالة العمل ليس علاقة زمالة بالعمل بالضرورة بقدر ما انها تكون علاقة أعمق من علاقة الزمالة في العمل وهذا مو بشيء جيد ولا وله بشيء محبب مثلا عند المراجعة قد يتلعب المحاسبون بالمنشعة في الأرصدة بعد انتهاء المراجعة من عمله في كل مرة في كل مرة من المفترض يحتفظ المراجعة ببعض الأسئلة الحسابات في مراجعتها يعني إذا هو راجع مشكلة المراجعة المستمرة أو الآنية إنه ما تعلم قوائمها وما تعلم تقاريرها يعني يراجع على شيء ويغير مثلا أشيء في الأرصدة المراجعة يخلي الأرصدة قريبة من الواقع ويمشي ما يسجلها عنده مثلا قد المحاسبين يتلعبون في هذه الأرصدة ويغيرونها في مقابل الآن نأتي إلى المراجعة النهائية تبدأ المراجعة بعد انتهاء العام المالي المراجعة النهائية ما تبدأ خلال العام المالي المراجعة النهائية ما تبدأ خلال العام المالي لا تبدأ المراجعة النهائية تبدأ بعد نهاية العام المالي وبعد أعداد القوائم المالية يعني بعد أن المحاسبين أعدون قوائمهم المالية للعام المصر تواجد المراجعين يكون غالبا في فترة محددة ومتصلة يجونهم اسبوعين مثل ما قدت لكم يجونهم اسبوعين في السنة أو ثلاثة سابعة السنة في ديسمبر ولا في يناير مثلا وقت المراجعة محدود بضرورة نشر القوام المالية وقد يتأخر عنانها العمل في فترة محدودة ومكثفة قد يترتب عليه تعطيل العمل المحاسبي الاتصال بالمحاسبين خلال فترة محدودة المراجعين يتصلون بالمحاسبين في هذه الفترة محدودة يعوق نشأة علاقات شخصية بين أعضاء فرق المراجع والمحاسبين بما ينعكس إيجابيا كتبوا هنا بما ينعكس إيجابيا على موضوعية وحيادية المراجع يعني عدم وجود علاقات شخصية بين المراجع والمحاسب هذا شي جيد عدم وجود علاقات بين المراجع والمحاسب هذا شي جيد ليش؟ لأن هذا الشي يعني أن العمل تم على أقصى حيادية ممكنة فيه بحشب جهة التنفيذ آخر نوع عندنا بحشب جهة التنفيذ المراجعة بحشب جهة التنفيذ عندنا المراجعة الخارجية واللي نتحدث عنها هذا المراجعة الخارجية عند الحديث عن المراجعة دون تحبيث pans يقول المراجعة ويطلقها بالعموم يكون المقصود بالمراجعة المراجعة الخارجية هذه هي اللي احنا ندرسها المراجعة اللي هي عليه المراجعة نعم شليم كل نوع من أنواع المراجعة لهم ميزات وعوية بسليم لكن هنا يقول لك أن لو يطلق المراجعة يطلق المراجعة كمفهوم فهذا يعني أنه يعني المراجعة الخارجية المكاتب المراجعة المستقلة تقوم بها هذه المراجعة الخارجية إما أن تكون إلزامية اختيارية أو قانونية بحسب نوع الملكية يتم تعاقد مع مدكب مراجعة ومراجعة وفريق للتنفيذ هذه المراجعة الخارجية أتعابهم يتم الاتفاق عليها في التعاقد يعني يستحق مكتب المراجعة اللي يراجع عن قوان كمالية طبعا يستحق أنك تعطيه أتعابا على مراجعته استقلال تام عن الإدارة مراجعة الخارجية ومستقلة تماما عن إدارة منظمة الجهة الأساسية التي يتم تقديم فقير المراجعة لها هي الجمعية العمومية للمنشأة يعني الناس اللي يتملكين في المنشأة والمكونة من أصحاب المكي الغرض الأساسي من المراجعة الخارجية إبداء الرأي في صدق وعدالة القوائم المالية المراجعة الداخلية للإشارة إلى المراجعة الداخلية يجب النص على كونها داخلية أي ما يسلح تقول والله أنا قلت المراجعة وأنا عن المراجعة الداخلية لا إذا قلت المراجعة مطلقة الناس يفهمونها المراجعة الخارجية فلما تبي أن تصل للمراجعة الداخلية تنص تقول للمراجعة الداخلية هي عنصر أساسي من عناصر النظام السليم للرقابة الداخلية الرقابة الداخلية التي تابع المنظمة ليست مستقلة عنها المراجعون الداخلون العاملين في المنشأة تقاضون رواتبهم مثل باقي العامل المنشأة يعني هذا النظام الرقابة الداخلية الموظفية القائمين عليه موظفين من داخل المنظمة إدارة قسم المراجعة الداخلية لنفيك التنظيم المنشأة وغالبا تتبع الإدارة العليا لتوفير حد أدنى من الشقلالية أن الملظمة أيضا يهمها لمسطحتها يهمها أن قسم المراجعة الداخلية يعزل أو أن ما يرتبط بالإدارة حتى يمكن لها أن يحافظ على استقلاليتي الغرض الأساسي من المراجعة الداخلية المساهمة في تحقيق كفاءة وفعالية الأداء وليس عبداء رأيه في صدق وعدات القوامة مالية عبداء رأيه في صدق وعدات القوامة مالية هذه مهمة المراجعة الخارجية اتداعا إن شاء الله في المحاضرة القادمة سوف نتحدث عن المراجعين سوف نتحدث عن المراجعين في بداية المحاضرة القادمة بمشيئة الله تعالى محاضرة القادمة محاضرة القادمة الساعة 7-4 اليوم الساعة 7-4 سوف تكون عندنا المحاضرة الحية الرابعة بمشيئة الله تعالى طيب أحد عنده إضافة أو سؤال طيب إذا شكرا جزيلا لكم نلتقي بمشيئة الله مساء هذا اليوم في المحاضرة الحية الرابعة لا تنسون موعدنا إن شاء الله الساعة السابعة والربع مساء بمشيئة الله شكرا جزيلا لحضوركم وتفعلكم كونوا في رعاية الله وحسبه السلام عليكم